الخبر اللي هو اللي عدنا عن التقاء نورمار ويه مريم فبعد ما مريم و جواني نزلوا هذا المقطع على قناة جواني واللي اعلنوا بي عن انه مريم رح تسافر للبنان فاللي صار اتوقع انه اساسا مريم مسافرت لبنان فمريم نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي كانت ويه نورمار وكانت كاتب لي جوه اذا ما رح احكي ما رح اخلص فهو اطياب وارقى شاب وبعدها كاتب الحلقة ناري يعني من الواضح انه حتنزل مقطع هي ونورمار اتوقع المقطع رح ينزل طبعا على قناة مريم وكيد هذا الشيح يسبب بشوي تساؤلات هل مريم ممكن تنضم الفريق نورمار وهل هي حاليا تعتبر مثلا خانة جواني مثل ما سوت بيسان فهي صورت وهي غيره وهل ما يمكن ان نشهد دراما جديدة تكون بين جواني ونورمار تتبونا توقعاتكم الخبر والكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآات اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو بيسان وانس الشايب فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي يتحمس بيه المتابعين للمقطع حتنزله واللي رح يكون هو عبارة عن مفاجأ لانس الشايب مثل مكاتب الصورة والمقطع رح ينزل للساعة بالعشرة في قناة بيسان اسماعي أما اليوتيوبر الثاني فهو نورمار فنور نزل على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي يذكر بيه المتابعين للمقطع حتنزله اليوم ولكن اكو شي غريب كتبه فكاتب بكرة مو مجرد عيد ميلادي بكرة في اشي مخيفة وفي شي جديد فشمتوا توقعوني حبايب نور مار مجهزنا الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة شهدوا سمند فبعد ما نزلت المقطع مبارحة وكشفت به حقيقة انهم خافين اسم نور ستار ونور مار وانس واصالة من الكومنتات اللي عدهم فحطيها بخانة كلمات المحظورة وفبعد ما اكشفت هذه الحقيقة تعرضوا لشوية من الهجوم فاللي سووهم وانه خفا واسم اسامة مروة من التعليقات لانكو الناس كانت تستغل اسم عمو تقير تتحجن بدال اسم ناس واصالة نسبة للدليل فلندخل على اخر مقطع نزلو وننزل بيع التعليقات نكتب كلمة اسامة مروة بعد نروح على كلمة الاحدث اولا عمود نحفظ تعليقي ونحفظ تعليقات الشخصين اللي علقوا ورايا وبعد نغير الحساب عمو نشوف هل التعليق ظهر للناس او لا بعد ما غيرنا الحساب نزل على التعليقات ونروح على الاحدث اولا راح نشوف انه تعليقي مظاهر وانما تعليقاته والاشخاص ظهر فكتبوني يا حباي بالكومنتاج شوريكم بهذا الموضوع وليش تتوقعونه ما خفا واسم اسامة مروة من التعليقات الخبر الرابع اللي عدنا عن اصالة المالح فاصالة نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الاستوري اللي تطلب بيمي لمتابعين ان يسئلوها اسئلها ولا اسئلة كانت بالانجليزي ولكن مو مشكلة راح استعرض لكم اياها وانترجم لكم اياها السؤال الاول هو شون تعرفتي على انس مروة فهنا اصالة تكشفني الحقيقة شنو اول شي قلت لها الانس فهي قلت لها انه هي تحب الاكل فيرد عليها انس بوقتها انه هو هم يحب الاكل اما السؤال الثاني فهو لو ميلا قررت انه تفتح قناة بالمستقبل هل حتوافقين او لا فترد اصالة انه انا افضل انه اتكمل دراستها الاول ولكن لو رادت هذا الشي مرحة مانع وبس والله اننا وصلنا على هات المقطع اتمنى مقطع اعجابكم يجب ان تحطونا لها تشاركو بالقناة والشكرا على التعليقات اللي جاتي في المقطع السابق كانوا بفايزة مقاطعة مملكة القصص وبس مع السلامة